السلام عليكم ومرحبا بكم معكم تعليم على فيديو جديد من الـ Bright Coding معكم سوفيا المبرة واليوم قد نهضروا على أحد الموضوع الخفيف و بسيط ولكن في نفس الوقت مهم لجميع المطورين و المصممين أجل ونشوفوه على بركة الله اشنا و الموضوع ديالنا قبل من بدأوا الفيديو ديالنا بغيت نفكركم بأن كوبون ماي فانز في العرض للصيف اللي كي يعطيك تخفيض ديال 30 في بي على جميع الفورماسيون في الـ Bright Coding باقي ليه تقريبا 3 أيام وتسالة آخر يوم في هذا العرض هو 31 أغوست اللي احنا فيه دابقا ديوا شهر 8 31 في شهر 8 غيكون آخر يوم من الاستفادة من كوبون مايفان حقاولوا تستفدوا منه باش تحصلوا على أفضل دورات بأفضل أسعار أجل نبدأوا على بركة الله و نشوفو شنو الموضوع ديالنا الموضوع اللي غان هدروا علي اليوم هو هو character case أو لا كيفاش مكتوب عندك التكستيلك upper case, lower case, camel case ويختلف لcase كيما بغيتي بعض الأحيان كنكونوا كـ developers أو designers عندنا واحد تكست يكتوب بواحد الشكل محدد سوال هو upper case أو lower case و نبغيو نغيرو لشكل آخر وهنا كتسترح نفسك واحد السؤال ويش نقدر نغير هاد التكست manual mode يعني يدويا أو لا غادي خصني نكونفرتيه بشي طريقة اللي هي automatic إلا كان مثلا بحال هاد الهيدر نقدر نكونفرتيه manual mode يدويا upper case أو lower case لأن العدد الحروف فيه قليل ولكن إلا كان بحال الparagraph كتجي القديش ويصعيبه خصوصا بلي كيكون الparagraph طوال مثلا هنا أنا عندي الparagraph غير قصير ولكن كان بعض الحالات اللي كيكون فيها الparagraph كبير بزيف كيكون فيه ألف سطر ألفين سطر على حساب السيتيازيون ديتك إيفاش غادي نقدر نكونفرتي هاد السؤال كاملة بشكل بسيط هنا فين كتجي الbright coding وكتجي بيكم واحد الحل اللي هو واحد لوتي جديدة اللي اسمتها up case هاد up case هو سوبتها الbright coding بيش سهل عليكم الcase converting ديال اي تكس عندك كما كان ارجعوا لادوب اكس دي عادي نشوفوا بأن مثلا أنا عندي هاد ايتش اه دابا مخلطة فيها غير الحرف اللي اللي upper case والبقية كل شي lower case يلا بغيت نديرها كلها upper case نقدر نمشي لهاد الوبسيون في اليديتر ديالي وندير upper case ولكن في الحقيقة هادي ماشي upper case هذا غير اللوجيسيال هاولو الابليكاسيو كي غير ديس بلي دياله باش تباهم على شكل upper case والداليل هو انا ندرت control اكس وحييت هاد upper case ودرت control دياله غير القعب اللي ماشي upper case انا خديتها انها upper case وكهي ماشي في غير upper case عادي نشوفوا كيفاش القادرون استخدموا هاد اللوتي اللي جابتها الbright coding باش تسهل علينا المسألة ديال case غادي ناخد هاد البراغراف نقولي control ونمشي للسيس ديالنا سيت اللي اسميته uppercase dot brightcoding dot هاد السيت كي ما كشفوه عنده واجهها بسيطة وانيقة اللي كتسمح لك انك تحكم فيه بشكل سهل جدا واي شخص قدر يستخدمه عدنا واحد text input اللي هو text area وعدنا drop menu هاد شي اللي كي غادي قولي ما كناش بطن باش نكونفرتي فين هالبطن غا نقول لك كين البطن ولكن ما غداش تبالك دابة لان الفيلد خاوي لان هاد ال input field هو smart كيعرف واش انه text كين ولا ما كنش هالو غا انا غا نجينا واندعي control paste وغادي نلاحظوا بان البطن ولا تكسبان عندي هنا تحتية تكونفرتي ولكن قبل ما كونفرتي او غادي اشرح لكم واحد الخاصية اخرى اللي زوينا بزاف هاد الموقع هو انه كيعطيك العدد ديال الحورف اولا شحال ما نحرف عندك فهذا الparagraph فهذا الحالة عندي انا سبعمية واثنين وعشرين حرف شحال من الكلمة عندك عندي انا فهذا الحالة مية وعشرين كلمة وشحال من سطر عندك عندي جوج ديال السطور هنا غاد قولي اياه ولكن ركيب ازاف ديال السطور لا هادو ماشي سطور كيني جوج ديال السطور وهادو غنفس السطر غير هو ديرلي الparagraph ديرلي هو wrap باش يبان كامل فلاي كرون ديالي لانه ما عنديش ليس باس باش مكا غادي بالعرض ولكني لاجيت متالا هنا ودرت on tray اللي احضو بني ولو ثلاثة ديال السطور لاجيت هنا ودرت on tray غالله احضو بني ولو اربعة ديال السطور اعلو هنا السطور كيحسب لياش حم المرة درت on tray من ورا الكتبات ديالي حيز اخرى من المميزات ديال هاد الموقع هو انه في dark mode يمكن لك انكت اكتيفي في dark mode وتشوف سيت ديالك بشكل اوضح في الليل او للناس اللي كيفضلوا قراءوا في dark mode قدروا اكتيفي و dark mode اجي نبدو نكونفرته ونشوفو الخواس ديال هاد الموقع مثلا انا دبا انختار uppercase ونضر convert لاحظو بانه فعلا كونفرته كل شيء لل uppercase هندير مثلا lowercase هنجي مثلا وغندير مثلا اه capitalize هنجي مثلا ندير مثلا title هنلاحظو بانه اللي يعدي title case او اللي نديرو شي حاجة اللي افنصي بحال kebab case هنلاحظو باني الاسباس كله تحيدات ولا تبلس 17 هادي نديرو snake case هنلاحظو باني الاسباس كاملين او اللوض كاملة تحيدات ولا تعندي اللوضاش او ما يسمى بالهايفن ما كنتشوفو يمكن لي نغير اي كيس كما بغيت وفي الاخير حبيبات الملايين كامل كامل كيس كيت حيدو الاسباس كاملين او كي ولي الحرف الول في كل كلمة ما جيس كو هاد 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 بنية ب baHTML, CSS و Java Script. العغل إلاك إنتي من الناس اللي واج이라는 فرماتيون باHTML و Java Script وقريبا إن شاء الله ستكون هناك فرماتيون في bHTML ولكن إنتي من الناس اللي لا يعرفوش يستخدمواikka y tml كلمة تنسحك تشوف اللي فورماتيون di java script y tml بال bHTML اللي غاي علموك بس براكتس وغاي علموك المودرن وي شوفوا الانفورماتيون في البرائت كودينج وخلوا يا الرأي ديالكم في هاد الوتيليتي في كومنتر وقبل من ساني وهاد الفيديو ديالنا بغيت نذكركم بانه برايت كودينج كتصدر بلاتفورم جديد وهو ريزومي برايت كودينج هاد بلاتفورم متخصص في مجال سيفي او لما يعرف بالسيرة الداتية اللي كيمكنك انك تصبح بسيرة داتية سيفي بشكل قوي جدا بشكل زوين مودرن وكيعطك الامكانية انك تعدل في اي وقت عن اللي زنفو ديالك بلا ما تحتاج انك تبقى تطبع دي سيفي ارغو انا كنصحكم تشوفوا هاد البرائت كودينج ريزومي او ريزومي برايت كودينج اللي كيسهل عليك هاد العملية ديال البرتاج ديال السيفي ديالك مع اليوغو كريتوغ اللي غادي يوفروا لك فرص شغل اجي نشوفوا واحد المثال اللي هو البروفايل ديال محمد ادبراهيم يبا كنشوفوا هاو السيفي ديال الاستاذ محمد ادبراهيم اللي فيه اللي ديطاي كاملين على السيرة ديالته لزنفو فيه الفوتو ديال اعمال دياله وفيه الاي كونز اللي زميلين وعلى فكرة يمكنك انك تكاستيمي هاد الاي كونز ويمكنك تكاستيمي هاد الكولورز اي حاجة كتشوفه هنا تقدر تعدلها كما بغيتي وكنشوفوا الاكسبرينس دياله وتبارك الله والاعمال اللي داز منهم الاشيفمنت يمكنك تدير الاشيفمنت او الانجازات اللي قمت بيهم في الحياة ديالك او الميهنية يمكنك تكتبهم هنا ويمكنك تدير حتى بروتوفوليو وتعرض فيه الاعمال ديالك سواء كانت اعمال برمجية او لا في مجالات اخرى مهم تكون لها علاقة بالمجال الميهني ديالك وإلا نزلنا لتحت غاد يلقاو مجموعة من اللي كليون او العملاء اللي كتعامل معهم الاستاذ محمد ابراهيم وإلا نزلنا لتحت اكتر غاد يلقاو الفورم اللي يمكنك تكون تاكتي بصاحب السيفي هاد الطريقة اللي كتسهل عليك انك تتواصل مع الاغوكريتور ديالك ومع الناس اللي كتعطيهم السيفي ديالك ببساطة يمكنهم انهم منصفتو لك ايميل باستخدام هاد الفورم بشكل مباشر وبلا ما تعد برسك كان شجعكم انكم تضربوا واحد تطلع على ريزومي بريت كودينج وتجربوا ترايلر فيرجن دياله وديروني السيفي ديالكم باش تكونوا فيزيبل on the web سمارك الله عليكم ما تنسوا تديرونا لايك سبسكرايب وضغطوا على الجرس باش تبصلكم جديد ديالنا كانوا كم سوفيان بره stay bright stay smart ح evangelية حفنا 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 اشتركوا في القناة